اهلا بحضراتكم مرة تانية ومع اقتراف بعيد الأضحى المبارك كل سنة وحضراتكم بألف خير منافذ وزارة الزراعة بدأت العمل على توفير السلع واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة هذه التخفضات بتوصل لـ 30 و40% كمان بيتم العمل على تطبيق التخفضات على باقي السلع والمنتجات الأخرى اللي بتتروح نسب التخفضات فيها من 25% لـ 30% طب فصيل أكتر هنعرفها دلوقتي من الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة المنورنا صباح الخير عليك يا دكتور محمد صباح الخير يا فانت يا أهلا بيك في البداية زي نعرف إزاي وزارة الزراعة استعدت لهذا الموسم يا الأول اسمح لاشكر حضرك شكرا جزيلا وطبعا احنا بنتكلم على استعدادات بتقوم بيها الوزارة وفي كل موسم الحقيقة بتقوم دايما بتكسيف الجهود وتكسيف الاستعداد لاستقبال الموسم المختلف في الموسم المختلفة يعني طبعا موسم عيد الأطحى ده واحد من الموسم اللي بقى فيها اهتمام كبير جدا من وزارة الزراعة لأن احنا عندنا أكتر من محور محور لتوفير السلع والمنتجات وده بنشوف جهود كبيرة بنقوم بها في هذا الصياق أيضا محور آخر وهو الاستعداد من خلال عملية التفتيش والضبطيات والهيئة العامة لخدمات البيطرية بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتقوم بجهد كبير جدا في هذا الأمر الحاجة الثالثة اللي هو تكسيف الاستواجد بقى الأطباء البيطرين في المجازر وفي نقاط الذبح وده بالتالي برضو الجهد كبير وإحنا في الثلاث محاور تم تكسيف الجهود وتم يعني تعظيم التواجد خلال هذه الفترة استعدادا لموسم عيد الأطحى إن شاء الله طيب يا فندم بالنسبة للتجهيزات اللي بتقوم بيها مرافز وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأطحى إن كان مش هرتكلم بس على اللحوم لكن بجانب كمان السلع الأخرى فيه سلع موجودة وفيه سلع مش موجودة إيه أبرز السلع الموجودة؟ وعايز أعرف كمان حضراك التجهيزات يعني خليني أقول لحضراك إحنا بالنسبة لفكرة توفر السلع ومنافذ الوزارة إحنا عندنا أكتر من 243 منفذ موجودين على مستوى الجمهورية بالكامل بتغطي الجمهورية بالكامل طبعا فيه مجموعة أخرى من الشوادر اللي تم فتحها اللي هي شوادر مبادرة خير مزارعنا الأهلينة وهذه المبادرة معناها أننا نعمل عملية ربط بين المنتج والمستهلك وبالتالي فيه فرصة كبيرة أن المواطن يلاقي كل احتياجاته من خلال هذه الشوادر آخر هذه النقاط أو آخر هذه الشوادر اللي تم فتحها هو في معرض ظهور الربيع في المتحف الزراعي عملنا يعني معرض كبير لمبادرة خير مزارعنا الأهلينة موجود فيها كميات مضعفة من اللحوم وباستمرار فيها عمليات ضخ للحوم بتبدأ بـ 25 جنيه كل احتياجات البيت موجودة داخل هذه المبادرة وموجودة داخل كل المنافس ويمكن توجهات معالي الوزير كانت واضحة لكل العاملين على المنافس بضرورة عرض وطرح كميات أضافية ومغزون يكون موجود فيه المخازن كبير علشان يكفي احتياجات المواطنين ويفضل دايما فيه وفرة أمام المواطن المصري ويمكن دي كانت الرؤية في إنشاء المنافس ودايما يعني توجهات القادة السياسية وتوجهات مجلس الوزراء في هذا الأمر ان احنا عايزين يكون فيه بديل متاح أمام المواطن المصري بجودة عالية وبسعر مناسب عشان دايما أي حد بيحاول ان هو يغالي في الأسعار أو يحط زيادة غير مبررة في الأسعار يضطر ان هو ينزل في الأسعار مرة أخرى عظيم بما اننا بقى في موسم اللحمة فاخلينا نركز أكتر على اللحمة وهذاك بتقول إن كيلو اللحمة بيصل لـ 225 مزبوط في المنافذ؟ آه مزبوط طيب عظيم ليه الجزار بيبيعه بربعمية جنيه؟ ليه في بعض الجزارين ممكن يبيعه كيلو اللحمة بربعمية جنيه؟ وهو أكيد 225 ده كسبان برده طب وهذاك قلت إن احنا أقللنا الحلقات بس ما أعتقدش إنه تقليل الحلقات ما بين المنتج والمستهلك هيفرق كل ده؟ يعني خلينا أقول لحضرك طبعا بيبقى في بعض الناس بيحطوا تكلفة تسويق وتكلفة دعاية ببعض القطعات الخاصة بعض المواصفات الخاصة أماكن العرض بتختلف فدي بتبقى فيه جزء ده الجزء الثاني إن احنا عايزين برضو بنزود المعروض من خلال من نافذ الوزارة لأنه يكون فيه بديل أنت لو حضرك رحت لقيت هذا السعر سعر غالي عليك هتلاقي فيه بديل موجود في منافذ الوزارة أو أي منافذ تابعة لوزارة التموين أو أي جهة تابعة للدولة هتلاقي فيه بديل ما تروحه قدامك فهتسيب ده وهتروح للبديل الأنسب واحد في اثنين في تلاتة لما يزيد هذا العدد هيتطر اللي بيحط زيادة غير مبررة في السعر ده إنه ينزل هو كمان لسعر معادل وسعر يرضي حضرتك ويرضيه كمان في عملتك طب هم بيقولوا في النقطة دي إن العلف غالي احنا حصل نخفات كبير جدا في موضوع الأعلاف احنا بنتكلم على شحنات أعلاف تم الإفراج عنها وخامات أعلاف في الفترة من أكتوبر وحتى بداية يونيو احنا بنتكلم في أكتر من خمسة ونص أو دخلنا على خمسة ونص مليون طن وده كلف الدولة مبالغ الحياة مبالغ كيبرة جدا يمكن تجاوزت الاثنين ونص مليار دولار الدولة مخصصاهم عشان ندخل شحنات الأعلاف وبالتالي ده نعتس في أسعار الأعلاف وحصل انخفات كبير جدا الحاجة التانية أن احنا كمان بنزود من حجم المعروض احنا ده وفقنا على دخول 170 ألف راس في الفترة الأخيرة إضافة لأن كان فيه 180 ألف راس قبل كده كان تم الموافق عليهم ده غير التربية المحلية اللي موجودة عندنا احنا بنضخ ده لي عشان يكون فيه زيادة في حجم المعروض قدام المواطن المصري وبالتالي يبقى فيه دايما وفرة متاحة منافس وزارة التموين وزارة الزراعة كل منافس الدولة فيها كميات الحوم الأماكن البيع بتاعت اللحوم الحية احنا حطين وموافقين على دخول شحنات لغرض تربية 105 ألف راس غير 45 ألف راس دي دخلة عمليات زبيح فوري اللي بتصبح على المجازر وأيضا فيه 20 ألف راس من الغنام كل ده بيدخ كميات إضافية يخلي فيه فرصة لإحداث التزان في السوق ودايما يبقى فيه وفرة ومعروض أمام المواطن المصري طيب في نفس السياق يا دكتور ولكن قبل ما نرجع يعني هنتكلم طبعا عن موضوع الألف لأنه فيه تساؤل في الشارع المصري إحنا عندنا مشكلة في الألف طب ليه ما عندنا إحنا مش بنتج ألف فهنتكلم في النقطة دي لكن قبلها فيه نقطة تانية أحيانا بالنسبة عن هي موجودة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي آق السعر أقل فيه منافس وزارة الزراعة عشان الجودة أقل أو النوع مختلف عن اللي بيتباع بره في السوق رد حضرتك إيه عن نقطة لا هي قصة الجودة دي أمر مفروغ منه إحنا عندنا يعني حارفين اللحمة فيها بنسمع أن فيها أنواع لا هو دايما إحنا بنكون حرصين على عرض اللحوم البلدية داخل منافس وزارة الزراعة والسعر اللي حنتكلم عنه ده سعر اللحوم البلدية ودايما بنكون حرصين على عملية الجودة ومرابط الجودة إحنا عندنا لها العمل الخدمات اللي بيترابط قوم بشكل مستمر بعملات رقابة مش بس على منافس وزارة الزراعة ولكن بيأخذ عينات عشوائية من السوق بحيث أن احنا نقوم بعملات فحص ونتأكد من جودة اللحوم المعروضة أمام المواطنين وكمان بالمناسبة احنا بنشكل لجان في فترات العيد وبتنزل مشتركة بين وزارة الزراعة أو القطاع تنمية السر والحيوانية داخل الوزارة والهيئة العامة لخدمات البيطرية وبيقوموا بعملات فحص ومتابعة سلامة اللحوم الحية اللي هو الرؤوس المشية اللي تتبع بغرض الاضحية بنتأكد من جودتها وسلامتها وجودة التربية والتغذية المقدمة لها وكمان عندنا في الوزارة بيبقى عندنا التفتيش أكثر سرامة وأكثر قوة علشان نتأكد من جودة المعروض أمام المواطن المصر فده يعني قصة الجودة دي مفيش فيها أي قلق خالص الحاجة موجودة وجودة عالية جدا عظيم ده بقى في الجزء المختص بالجودة أول الكلام اللي بيقى موجود على مواقع التواصل الاجتماعي أول اللي احنا بنسمعها رطول حتى بين رباط البيوت بالنسبة لقصة الأعلاف يا فندم إحنا إيه 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 اللي احنا محتاجين وعشان نقدر نكون يعني على الأقل بنونت الجزء من احتياجاتنا من الأعلاف خلينا أقول لك بقى في حتة الأعلاف دي الدولة ما أهملتش أبدا موضوع الأعلاف إحنا يمكن كان عندنا في الفترة الأخيرة بعض المربين أو بعض المنتجين اللي كانوا بيشتغلوا في مجال زراعة بعض المحاصيل كانوا بتعرضوا لمخاطر تزابزوا بالسعر خاصة أننا مرتبطين بأسعار دولية وده كان بيأثر عليهم وكان بيخليهم مش متشجعين أنهم يروحوا لنحية زراعة الأعلاف وبالتالي إحنا كنا بنحتاج أن نستورد رغم أننا عندنا إنتاج برضو كبير في الأعلاف رغم كل ده طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن الدولة المصرية أخدت منهج واضح وهو أننا بنعمل منظومة اسمها منظومة زراعة التعقدية إيه منظومة زراعة التعقدية؟ أنا بتعايد مع الفلاح قبل ما بيرح يزرع وبتعايد معها بتدي له سعر اسمه سعر ضمان يعني السعر ده يضمن الفلاح التعرض للمخاطر يعني لو السعر نزل ده سعر الضمان اللي هيبيع به طيب لو السعر ارتفع الفلاح بيبيع بالسعر المرتفع والدولة بتخش بنفسها قضاما علشان تشتري في حال تعرض الفلاح لأي خسارة إنها بتخش بنفسها من خلال هيئة السلعة التمونية تشتري من الفلاح هذا المنتج أو هذه السلعة وده احنا عملنا في المحاصيل العلافية والمحاصيل الزيتين في الدرة في السوية في عباد الشمس وحطينا فيه أسعار تحفزية كانت كبيرة احنا بنتكلم الدرة بادئ الموسم في سعر ضمان الدرة الصفرة ب 9500 جنيه والدرة البيضة ب 9000 جنيه السوية بـ 18000 جنيه العباد الشمس بـ 16000 جنيه فدي أسعار تحفزية تشجع الفلاح إنه يزرعها وبالتالي أولا تحسن دخله ثانيا تجنبه المخاطر ثالثا تزود من مساحة المنزرعة أو المساحات المنزرعة بهذه المحاصيل وإحنا بالفعل بدأنا موسم زراعة هذه المحاصيل في الموسم الصيف الحالي وإن شاء الله يكون فيه زيادة في المساحة المنزرعة فيها ده بقى يكون لنا كساتة الأسار اللحوم آه طبعا إحنا بنتكلم على ليه الدولة بتاخد إجراء أنها تزود وفرة الأعلاف لأن كل ما بزود في حجم الأعلاف المتوفرة أمام المربيين هشجع المربي أنه يربي أكتر وبالتالي ده يزود من حجم إنتاجه وبالتالي بقى عندي زيادة في حجم المعروض بشكل أكبر ويمكن إحنا كنا حرصين خلال الفترة الأخيرة على ضخ كميات إضافية إحنا عملنا يعني اجتماعات دورية اجتماع أسبوعي بيعنا عقد ودولة رئيس مجلسه الوزرى بنفسه بيتابعه لجنة مشكلة من وزارة الزراعة وبيقوم فيها كل الأطراف المعنية كل الجهات الاختصاص وحتى كمان الجهات الرقابية وبما فيهم البرلمان ولجنة الزراعة والرأي موجودين إن احنا بنقوم بعملية متابعة لعملية الإفراج إن المربي أو المربيين بيلاقوا احتياجاتهم من الأعلاف وده شوفنا نعكساته بشكل مستمر مع الإفراج الإسبوعي مع المتابعة الإسبوعية بنلاقي ده إن عكساته على سوق العلاف بدأ يحدث انخفاض كبير في الأعلاف وإن شاء الله ده كله يشجع المربيين على العودة لعملية التربية مش بس في الإنتاج الحيواني لكن كمان في الإنتاج الداجيني وفي بيض المائدة وفي الألبان كل ده منتجات مختلفة بتزيد في حجم المعروض فيها وده كلها بدائل من البروتين من الأصل الحيواني أمام المواطن من مصر طيب حيل برضو دكتور فيه في بعض التساؤلات بالنسبة بحيث نتكلم على دخول أو اقتراب طبعا عيد الأطحى المبارك فيه ده ستقول طب لا هل فيه يعني كمية معينة المواطني يقدر يشتريها فيه تقنين للكميات اللي بيتشترى من هدي المنافس ولا لأ الأسعار في حدود أديه هل نوع واحد من اللحمة موجود هل اللحمة الجاموسي أو اللحمة الضاني ولا هو نوع واحد بس لو حديك تقولنا التفاصيل دي فاند لا هو خليني أقول لحضرتك الدولة عمرها محط التقنين على عملية الشراء في عز الأزمات الدولية اللي كنا بنشاهدها وده بفضل المشروعات اللي الدولة نفذتها وإحنا بالتالي أصبح عندنا حجم كبير من المعروض والمتاح أمام المواطن المصري طيب إحنا عندنا دلوقتي ده بنزود حجم العرض وبنزود الجهود المبدولة فما فيش عملية تقنين خالص لعملية الشراء دي رقم واحد رقم اتنين بالنسبة للأنواع احنا دايما بنكون حرسين على تعدد وتغافر شرائح مختلفة ومواصفات مختلفة ومنتجات مختلفة وبالتالي كل شرائح المجتمع المصري تقدر تخش تشتري احتياجاتها من المنافذ التابعة للوزارة يلاقي اللي عايز مجمد هيلاقي مجمد اللي عايز لحوم بلدية هيلاقي لحوم بلدية اللي عايز لحوم مستوردة هيلاقي لحوم مستوردة أو مبردة اللي عايز منتجات مصنعة هيلاقي كل ده دايما بنحاول نزود من حجم المعروض ونزود من التباين المعروض وبالتالي شرائح المجتمع بالكامل تقدر تلاقي احتياجاتها بأسعار مناسبة وأسعار مقبولة ودي كانت أول نقطة احنا بنحرسين عليها الحاجة التانية دايما بيكون فيه تنصيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومختلف الجهات المعنية علشان يكون دايما فيه وفرة مش بس منافذ وزارة الزراعة لانما كل منافذ الدولة المصرية الحقيقة هي عادات كبيرة هنتكلم فيه آلاف من المنافذ اللي بتغطي كل الحقيقة الجمهورية مش بس المتين تلاتة واربعين منفذ بتاع الوزارة كمان احنا عمدين مجموعة منافذ متنقلة وهذه المنافذ المتنقلة احنا عندنا في الوزارة الوحدها حوالي تلاتة وتلاتين منفذ ودي بدي حطها تحت تصرف أجهزة الحكم المحلي بيبقى فيها كل السلع بردفن نحن تروح للمناطق الأكثر احتياجاً أو المناطق اللي مش موجود فيها منافذ أو المناطق اللي محتاجين يضخ فيها كميات أكبر أو اللي فاتها كدوسات أو كده فده بالتالي برضو بيزود وبيساعد في أن يكون عندنا وفرة وعندنا إتاحة أكبر أمام الموطن المصر تمام طيب بالنسبة للأضاحي الأسعار فيها وصلت كام؟ الكيلو الأين فيها وصل كام؟ يعني احنا بتشوف الأضاحي حي بتبدأ سعر اللحم الحي فيها بيبدأ من أول 125 جنيه وفيه أنواع مختلفة يعني احنا عندنا لحم الجمسي أو الجموس والبقري والضاني كل دي بداء المتاحة برضو أمام المواطن وبالمناسبة بره 180 دلوقتي احنا كنا عطول لحم السوداني دلوقتي بنستور 80 احنا الحقيقة عندنا دايما تناموع وتباين في المصادر للإستراد ودايما بنكون فتحين باب الإستراد بشكل كبير احنا عندنا طبعا لحم السودانية وبالفعل بيتم التنسيق مجانة بالسوداني لدخول شحنات من النحوم دلوقتي ده؟ اه طبعا شغالين جيبوتي شاد دي مناطق برضو بنجيب منها سومال فتحناها فيه العديد من المناطق اللي موجودة على مستوى العالم اللي دايما بنحاول نحن نزود من فرص الإستراد فيها وكمان احنا عندنا لجان من الأطباء البيترين بيقوموا باعتماد المجازر وباعتماد عملية الزبحة وباعتماد الإجراءات والاشتراك البيئي وطبعا ده بيختلف وفقا لمنظمة الصحة الحيوانية بنحدد ايه هي المناطق اللي فيها مخاطر أو تحديات وبنحط بناء عليها إجراءات الاحترازية لمنع دخول أي إصابة للبلاد وده بيقوم بها الحجر البيترى الحقيقة وفيه دايما تواجد الأطباء البيترين على مستوى العالم في مناطق الإستراد ده من الجانب الأفريقي لكن احنا مش بس معتمدين على الجانب الأفريقي احنا عندنا كمان تنصيق مع دول أوروبية العديد من الدول الأوروبية احنا بنجيب منها أو المناشئ الأوروبية أنواع مختلفة من العجلات وده بغرض تحسين السلالات نحنا ده بنجيب عجلات بتكون لها إنتاج أعلى أيضا في دول أمريكا اللاتينية البرازيل ومختلف الدول أيضا عندنا فيه تنصيق معها وفي الشحنة الأخيرة اللي هي الـ 170 ألف رأس كل المناطق اللي احنا نتكلم عليها دي موجودة وبتشارك في توفير هذه اللحوم للمواطر المصري طيب حسب طبعا خطة وزارة الزراعة قبل عيد الأطحى عاملين حسابنا تقريبا في كام رأس ماشية للأطحية لا احنا عندنا دايما بنكون حرصين مش بس من خلال المنافذ بتاعة الوزارة نحنا دايما من خلال الحجم المعروض احنا بنتكلم في الـ 170 ألف رأس دي ده اللي دخل من بره بنتكلم في تنوع المصادر ده اللي داخل من بره لكن احنا عندنا داخليا احنا عندنا كميات كبيرة من رؤوس الماشية احنا عندنا مشروع مثل مشروع البتلو اللي الدولة خاصت لحوالي 7 مليون جنيه ده كان بسؤالي تايل حضرتك احنا بنساهم في قد ايه من الانتاج بالنسبة لإحتياجاتنا احنا تقريبا بنغطي اكتر من 60% من احتياجاتنا محليا وال40% لان طبعا احنا مش دولة ذات مراعية طبيعية وفي عندنا بعض التحديات اللي بتواجه عملية توفير اللحوم وان كان احنا 60% دي احنا كنا قبل كده اقل من كده بكتير لكن احنا عملنا قفزة كبيرة نتيجة المشروعات الكبيرة لنفذتها الدولة ومستمرين برضو فيها وده ان شاء الله يساهم في مزيد من الاكتفاءة الذاتي مستقبلا لكن احنا عندنا انتاج محلي كبير وعندنا ايضا تنوع في المصادر اللي بنستورد منها عشان نغطي احتياجات المواطنين طيب لو حد عايز يحجز اضحية بيعمل ايه؟ بتواجه لقطع الانتاج في الوزارة وهناك بيبدأ ايه حجز بيعمل استمارة حجز بعد كده بيروح يعمل معينة وبيستلم الرأس اللي هو حجزها ووفقا للوزن القائم في حين الاستلام بيتم سداد بقية الرسول يعني هو بيحجز دلوقتي؟ اه يقدر ولا بيستلم على طول؟ لا لا بيجي يحجز مقدما بعد كده بيروح يعمل معينة للرأس اللي هو حجزها واذا كانت تم الطلاق يعني او خلاص الراجل عجب السعر وعجب الوزن بيوزن وبيخدها وبيمشي في الوقت اللي هو حيزه يعني احنا بنبدأ نسلم من تاني يوم العيد كمان او من اول يوم العيد طيب بالنسبة للمنافذ يا فندم في حالة انه الاقبال متزايد على هذه المنافذ اريد اعرف من حديث مبادئيا موعيد العمل لهذه المنافذ من امتى لامتى الاماكن المتواجدة فيها الناس تقدر تعرف حتى ازاي الاماكن المتواجدة فيها هذه المنافذ ان كانت تتثبتة او متنقلة وهل لانه فيه في وقت من الوقات انا فاكرا انا قريت على احدى المواقع يعني او احد المواقع عفوا انه اصله المنفذ خلص البضاعة اللي فيه فقفل لا ده مش موجود خالص شكرا محتاجين توضيح من حضرتك لا ده مش موجود خالص احنا خلينا اقول لحضرتك احنا عندنا دايما بنكسف من حجم المعروض في المنافذ خلال هذه الفترات المنافذ موجودة تقريبا مضغطي كل انحاء الجمهورية كل جنب الوحدات الزراعية او الادرات البيطرية دايما بنلاقي فيه اماكن لتواجد المنافذ او جنب اجهزة الحكم المحلي بنلاقي دايما فيه تواجد المنافذ سواء وزارة الزراعة او باقي منافذ الدولة كمان احنا عندنا عملنا معرض اللي هو خير مزارعنا الاهلينة اللي موجود داخل معرض الزهور ده بفتح من تسعة صباحا حتى تسعة مساء ومستمر في التواجد وفي ضخ الكميات بحيث ان يكون دايما فيه اتاحة امام المواطن المصري احنا اختارنا يعني معرض الزهور واختارنا ان هو يكون موجود فيه المتحف الزراعي بحيث يبقى فيه دايما فرصة امام المواطن المصري ان هو يجي يتفرج على الزهور ويشتري احتاجاته وكمان يشتري مستلزمة البيت ويشتري مستلزمة العيد وكمان يشتري او يتفرج على المتحف الزراعي ويشوف تاريخ الدولة المصرية العريق فالحقيقة احنا عندنا تنوع في هذا المعرض بشكل كبير وكمان في مساحة هذا المعرض المعرض ده من أكبر المعرض اللي موجودة على مستوى الجمهورية بيقدم كل احتياجات المواطنين وكل منافس الدولة الحياة فيها تكسيف للمعروض بشكل كبير يعني الوعيد كلها من 9 صباحاً لتسعة مساء في معرض الظهور من 9 صباحاً لتسعة مساء لكن في بقي المنافس ممكن يبقى لحد الساعة 4 أو 5 طيب مهم كمان نعرف ازاي دولة بتدعم صغار المربيين يعني كنا بنتكلم عن المشروع القومي للبتلو لكن عايزين نشرح المشروع أكتر ونعرف كمان ونعرف سادة المشاهدين إن عكاساته على توفير اللحوة يعني الدولة بتساعد صغار المربيين من خلال 3 محور المحور الأول أن أنا بزود أعداد الرؤوس وده هنلاقي مشروع البتلو واحد من المشروعات اللي بنستخدمها لزيادة أعداد الرؤوس علشان نوسع من قاعدة التربية وكمان ندي فرصة تعامل لملايجة فرصة تعامل أو الشباب أو المرأة المعيلة كل دول من خلال مشروع البتلو ويمكن الدولة خاصة لهذا المشروع مليارات بالمناسبة مشروع البتلو ده كان قبل الفترة السابقة كنا نتكلم في حوالي 100 مليون أو 208 مليون جنيه اللي كانوا مخصصين لهذا المشروع نحن النهاردة نتكلم في 15 مليار وحجم الإقراط فيه وصل ل7 مليار كل دي جهود وكمان مفتوح فيه إننا مش بس يبقى عملية تربية للعجلات البلدية أو المحلية إنما كمان عجلات عالية للإنتاج إننا نقدر كمان نستفيد به عشان نربي رؤوس تدي إنتاج أعلى وبالتالي دي تزود من دخل الفلاح بشكل أكبر الحاجة الثانية إننا عندنا مشروع تحسين السلالات وده بنحاول إننا نطور من إنتاجية الفلاح مش بس نزود عدد رؤوس إنما كمان نزود كمية الإنتاج لدى الفلاح ويمكن سات الرئيس بنفسه تكلم في هذا الأمر أكتر من مرة إحنا بعض العجلات بتكون متوسط إنتاج اللحم فيها يوميا نص كيلو 600 جرام 700 جرام يعني كتير العجلات المحسنة والرسان بتوصل لكيلو ونص واثنين كيلو وإنتاج الألبان كمان وإنتاج الألبان إحنا هنا بنبقى مثلا لو بنقارن 5 كيلو لبن أصد أكتر من 20 كيلو لبن أو 15 كيلو لبن في فرق كبير طبعا فده دخل كبير بيضاف للفلاح المصري وكمان بيساعده على زيادة حجم المعروض الحاجة الثالثة إننا من خلال توفير التمويل عشان نساعد الفلاح إنه يشتري رؤوس واشتري التغذية وبالتالي بقى فيه فرصة إنه يغطي تكاليفه مشروع البتلو واحد من المثال أو من الأمثلة لهذه المشروعات اللي بتزود فرص التمويل للفلاح طبعا لما بنتكلم على مشروع البتلو ومش مشروع صغير الحقيقة ده مشروع كبير جدا لإننا احنا بنضاعف كمية اللحوم حوالي 8 أو 9 أضعاف احنا بنتكلم على عجل البتلو أو رأس البتلو دي كان بتصبح على وزن 80 كيلو النهاردة هي بتصبح على وزن 400 كيلو ده الوزن المثال لعملية الزباح 80 كيلو دمك كانوا بيطلعون لحمة دي هنلاقي كمية اللحوم أقل كتير جدا كلنا نتكلم في حوالي 40 كيلو أو حاجة زي كده دلوقتي احنا بنوصل لأكتر من 200 كيلو تالي فيه فرق كبير جدا وده وفرة في حجم المعروض وده من الحاجات الأدوات اللي ساهمت فإن احنا نزود من حجم الانتاج المحلي من اللحوم طبعا نشكر حضرات جزيل شكرا دكتور محمد القرش معاون وزير الزراع والمتحدث الرسمي للوزارة على كل هذه الإضاحات يفن دم نورتنا في صباح الخير يا مصر كل سنة وحضراتك شكرا جزيل شكرا جزيل